خمسة صباحاً يعني يا جماعة أي حد من دلوقتي رايح لميدان لبنان ما ياخدش المحور في كذا طريق آخر ممكن ياخدهم برضو بالنسبة برضو للدائري يعني نحاول بس ان احنا نتفادى الاماكن فيها ازدحمات الحقيقة ان الطريق الدائري فيه تطوير كبير جداً في الانارة وفي الوسة وفي اتساع وفي عدد الحراط ايضاً المحور اتغير تماماً فيعني معلش نستحمل شوية حتى يتم تطوير هذه المحاور نخرج فاق بالنسبة للاخر خبر عفواً سريعاً قبل ما نخرج فاصل ما فيش مدارس في اسكندرية بكرة وفي مطروح ايضاً نتيجة توقعات سقوط الانطار بشكل متفاوت غزير على الاسكندرية قد يصل الى حد السيول في مناطق شمال ووسط سينة يعني انا طول عمري شايفة انه كنا بنروح المدارس والدنيا بتمطر فمش عارفة انا بموضوع دايماً ايقاف الدراسة ده موضوع مزعج بالنسبة لي لانه اصلاً الدراسة بعافية فكمان حنعطالها عشان المطر ولكن فيش مدارس بكرة وفي الاسكندرية وفي مطروح للأحوال الجوية نخرج فاصل والاركة